الدعم الكامل لكل اللاعبين من أجل تخطي هذه العقبة ولقدر الله لقدر الله حصل أي حاجة إحنا في ظهر لعبتنا مباريات الأهلي وسانداونز تكون صعبة ودايما لها طبع خاص ولكن يعني جماهين الأهلي اللي هتملأ المدرجات إن شاء الله هتكون بإذن الله مفتاح الفوز مفتاح الفوز كالعادة أنا مش بقول حاجة أو كلام جديد رغم كل الصعوبات والضغطات والأخطاء التحكمية الفجة التي لا هي أنا ما بقولهاش كمبرر والله ما بقولها كمبرر ولكن هذه هي الحقيقة أخطاء تحكمية فجة ضد النادي الأهلي زي ما اتكلمت مع حضراتكم بارح وكلمنا في هذا الأمر عرضت لحضراتكم كم الأخطاء في المباريات الأفريقية عشان كده نادي الأهلي النهاردة أرسل صباح اليوم خطاباً إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف بخصوص الأخطاء التحكمية المتكررة بحق فريق نادي الأهلي خاصة في المباريات الأفريقية الثلاثة الأخيرة سواء في لقاء السوبر مع التحاد العاصمة واللي كان موجود في المملكة العربية السعودية يوم 15-9 أو في أولى مباريات الأهلي في الدور الإفريقي أمام سيمبة التنزاني واللي أقيمت بدار السلام يوم 20-10-23 وأخيراً مباراة الذهاب في الدور قبل النهائي بذات البطولة أمام سانداونز الجنوب الإفريقي واللي أقيمت في بريتوريا أمس كل هذه المباريات شهدت أخطاء تحكمية أثرت بشكل مباشر في نتائج هذه المباريات وهو أمر يعكس صورة سلبية عن الكرة الإفريقية وطلب النادي الأهلي في خطابه من كاف اتخاذ خطوات عاجلة لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي وأن يحرص السادة الحكام على تحقيق مبدأ العدالة بين الفرق المتنافسة لضمان نجاح المسابقات الإفريقية بيان النادي الأهلي كان واضح وصريح بخصوص الأخطاء التحكمية اللي الحقيقة هتقولي عم من تصعدته يعني الدور اللي فات كسبت سنبة أو تعادلت اتنين اتنين هناك وتعادلت هنا واحد واحد آه بس أخطاء تحكمية فجة في مباراة مبارح وحتى لو البعض بيعتبر أن المباراة وحشة ولكن كنت ممكن أن أطلع واحد واحد كنت يعني الأمور فريق سانداونز ليس فريق مرعب وجهة نظري فريق قوي وجيد ومن أهم الفرق في أفريقيا والكلام اللطيف الحلو ده ولكن لا النادي الأهلي هو الفريق المرعب الحقيقي وده اللي حتشوفه إن شاء الله يوم الأربع القادم